بمقر رئاسة الجمهورية يعقد الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعا دوريا لمجلس الوزراء وسيخصص هذا الاجتماع حسب بيان رئاسة الجمهورية لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليها قبل إحالته على البرلمان بحر هذا الأسبوع وبعدها إلى الاستفتاء الشعبي الذي حدده رئيس الجمهورية بتاريخ الفاتح من نوفمبر وتأتي هذه الخطوة المخولة قانونيا لتاليها استعاء الهيئة الناخبة الأيام المقبلة إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ الأول من نوفمبر كموعد للاستفتاء وقبل هذا تم تسليم مسودة مشروع الدستور إلى عديد الفاعلين من مجتمع المدني وسياسيين للإثراء والمناقشة ليكون الدستورا توفقيا يمثل الجزائر الجديدة والذي يرى فيه الكثيرون مفتاحا للإصلاح السياسي للرئيس تبون والذي سيطهر به الوضع المتعفن الملازم للساحة السياسية الجزائرية في انتظار الكشف عن مسودة الدستور النهائية